اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير تناول الاجتماع استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مضطرد خلال السنوات الماضية في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذرية في خريطة مصر الزراعية كما طلع رئيس السيسي على الجهود الرامية لزيادة وتحسين انتاجية الفدان في مصر من ناحية الكم والنوع التي أدت إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي لانتاجية الفدان إلى المراكز الخامس الأولى في العديد من المحاصيل ومن بينها الأرز والذرة والقمحة حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوى وتفعيل نظم الرأي الحديثة لتوفير المياه وكذا تيسير استخدام الميكانة في الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاب بالإضافة إلى دور البحوث العلمية الزراعية المهم في هذا الصدد وتبع رئيس سيسي أيضا معدلة نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج والتي تحقق طفرة كبيرة إذا تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعية حيث وجه سيادته في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاوري توفير الدعم الكامل للمزارعين والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالميا من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن كما أكد رئيس سيسي أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية بما يمضي بمصر قدما على طريق تعزيز الأمن الغذائي لا سيما في ظل ظروف الدولية الراهنة المضطربة بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام خاصة توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين